السيسي بطل من ورق جنرال عسكري لم يشهد حربا ولم يشارك في انتصار ولم يحرر أرضا أو يواجه عدوا حقيقيا جنرال عسكري انتصاراته تتلخص في انقلاب على السلطة وقتل معارضين وبناء سجون وتهجير أهال وتنازل عن أرض مصرية وتسول لرز خليجي وبناء مدن في الصحراء لن يسكنها أحد جنرال مهزوز يخرج في ذكر انتصار أكتوبر العظيم ليحدثنا عن دولة توقفت عن الحياة والإنتاج والتصنيع والاقتصاد طيلة 15 عاما منذ نكسة يونيو 67 وحتى بدايات حكم مبارك سنة 1982 جاء السادات بعد عبد الناصر فحارب إسرائيل واستعاد سيناء هدم السجون وأطلق المجال العام لطلاب الجامعات بنى مصانع حربية ووجه الجيش نحو الاقتصاد المدني تحدث عن تشكيل أحزاب سياسية وعن سياسة فتاح اقتصادي ثم بنى مدنا جديدة وذهب لعقد سلام مع دولة الاحتلال أصابه جنون العظمة في نهايات حكمه بلغ دروته في اعتقالات سبتمبر الشهيرة حتى مات السادات مقتولا في مثل هذه الأيان السيسي الذي رأى السادات في حلمه ذات مرة وتنبأ بوصوله للحكم ممسكا سيفه الغارق في دماء المصريين يخرج علينا اليوم ليمسح حقبة السادات مدعيا أنه هو من يحارب الإرهاب منذ تسع سنوات ولم تتوقف الدولة عن العمل يوما واحد بطل من ورق يدعي أن أعداءه ثلاثة الفقر والجهل والتخلف في عهده ازداد المصريون فقرا على فقرهم ارتفعت أعدادهم بشكل لافت وصلت نسبة الجهل في عهده إلى مستويات غير مسبوقة أصبح ربع المصريين يعانون من الأمية تخلفت مصر في عهده في مؤشرات الصحة والتعليم وجودة الحياة والشفافية والفساد أيضا بطل من ورق يدعي لنفسه انتصارا وعبورا آمنا إلى الجمهورية الجديدة أنسي أن جمهوريته الجديدة ذات الأكبر عاصمة والأوسع نهرا والأطول مئذنى والأغلى نجفة لن يعيش فيها إلا هو وحاشيته ورجاله من الجيش والسلطة تاركين الشعب المصري غارقا في ظلمات الفقر والجهل والتخلف الذي أوصلهم إليه السيسي ترجمة نانسي قنقر